شو صار عندي هون الخميرة تبعتي طلعت ماي لأنه لها أكتر من شهر أنا ما طعمتها قلت ما بدي أطعميها لأورجيكم شو ممكن تساووا إذا صار فيكم هيك حالة يعني ممكن الواحد ينساها إذا سافرت وتركتوها مش معناته رح ينكبها ونبلش من أولو جديد لا تتصلح هذا الحكي عادي وعادي أنه يصير هذا معناته اللي الماي الموجودة على الوجه اللي هي الهوتش سببها أنه الخميرة أكلت كل السكريات الموجودة اللي في الطحين فهي جعانة هلأ شو لازم نعمل ننطعميها بس اللي بلكم تعرفوا في ناس بيحبوا يتركوا هاي الماي هذا حكي رح يزود من الحموضة صح فيها أنزيمات بس بيزيد من الحموضة أنا ما بحب هذا الشي فرح أشيله رح أشيل الماي هاي بعدين أشيل من الخميرة وطعميها بس هدا حكي شو رح يعمل رح يخلي النسبة الماي الموجودة اتقل فأنا بدي أعوده بمي زيادة يعني ما بتكم تحطوا النسبة اللي دائما متعودين تحطوها من وطحين وماي بدكم تزيدوها شوي بس الموضوع بسيط يعني فأول شي بدي أعمل و أشيلها بعدين هلأ بدي أشيل من الخميرة هاي هاي ها رح أشيل أداء رح أشيل أكتر من النص رح أوسل تقريبا الربع أو أقل شوي طبعا أنتوا دائما شيكوا عن الريحة وإذا كان في عفن هلا إذا كان في عفن لأ هذا الحاكي مش منيح فأنا هيطلعوا ما في عفن بس أنه ريحتها ريحة عادية ريحت أنه والله الخميرة متخمرة زيادة يعني فشايفين قدي تركات يعني هاي وما بعرف إذا واضح شايفين كيف شكل الخميرة منتحد هلأ رح أزودها عندي أطحين أبيض زي ما أنتوا شايفين أكتر من الأسمر أنا الأسمر بحبه بس عشان يعطي شوية أنزيمات في الخميرة بس لطحين الأبيض الميز اللي فيه أنه الجلوتن تبعه أعلى شوي بأول خميرة يعني بغاول لستارتر تبعنا يجب أن تلاحظوا أنا مرات كثير بيكون شغلي نظري يعني خلص أنا ماخدع موضوع الخميرة يجب أن تقوم بغاول خميرة ويجب أن تقوم بغاول خميرة هلأ بنظف بس الوجه منها بنظفها بالاسباتلو ومنسكرها ومنحطها بالتلاجة وحاولوا إرجعوا طعموها بأقرب وقت ممكن